بتلعب في أندية معروفة شرقية أودية ديجلة أندية معروفة طبعاً إيه اللي خلاك ما تكملش معاهم وتروح للمشروع ده هو في النهاية مشروع في البداية وفي النهاية هو مشروع وليد يعني ممكن يكون مشروع ناجح وممكن لقدر الله ما يكملش أو ما يبقاش موفق إيه اللي شفته في المشروع ده قلت لأ أنا هروح للمشروع ده أنا حاسة أنا هلاقي نفسي فيه أنا اللي خلينا نروح للمشروع اللي هم هدفهم يعني هو المشروع معمول عشان العيبة تسافر برة و تلاقي فرصة أنهما يحترفوا و يعملوا معسكرات بره و يجربوا في عندها يعني بره فهو ده كان هدف المشروع و ده كان هدفي و طموحي يعني فهو مهما كان النادي المصري هيديك فرصة لكده ممكن الناس تشوفك أو كده مش زي ما هيكون المشروع اللي هو معمول عشان تسافر بره أو هدفك يلعب بره أصلا فبس فهذا اللي خلينا نتقل هناك و غير كده طرق التدريب و اللي هو تجهيزك أصلا أن تكون بره و مدربين أجانب لا قول التفاصيل يعني أنت إيه اللي شفته أنت بتقول اللي حاجات حلوة كده نعدت طرق التدريب مدربين أجانب شفتهم يعني احكيلي التفاصيل يعني مثلا أننا عندنا التمرين اللي هو فيه زي يعني برنامج ماشيين عليه من بره أصلا من مدربين بره يعني من إنجلترا و كده و بيكون في موجود زي في أبليكيشن على المويل و المدربين بتستخدموا اللوع في كذا الفرق يعني في كل الفروق بتاعة ستوريزو في إيجيبت فلوقت تدريب حديثة زي اللي بيستخدمها في إنجلترا و فولندا فهو أكني يعني أنا باخد نفس التجربة اللي لو تمرنت بره هتمرن بيها يعني فنفس الكواليتي في التمرين و بس فالسؤال اللي انت كنت سألته النفسك و تلي هتجاوب عليك ايه اللي خلي لو واحد بيلعب في الشارع يروح لطريق احترافي و طريق مهني صحيح و واحد تاني مايروحش لنفس الطريق الدوافع و الإرادة لازم يكون عندك دافع انت عايز تغير حياتك و عايز تعمل حاجة مختلفة و الدافع الواحده مش كفاية الإرادة مهمة جدا يبقى فيه إرادة يعني عمل مستمر وجاد يومي و رغبة حسيسة و قوية جدا ان انا اغير الحالة اللي انا فيها و اعمل حاجة احسن و اطلع مستوية في حالة مختلفة و يبقى عندي طموح كبير دوافع و إرادة بمطالة البساطة يعني توسطتوا كم لاعب او عدد اللاعبين في كل المناطق و كل المحافظات احنا احنا ابتدينا في 2020 و كانت الحقيقة بداية فيها شوية معوقات عشان الكورونا يعني ابتدينا في 2020 اول اختبارات شفنا عدد كبير من اللاعبين وبعدين طرينا نقف فترة كورونا رجعنا نستانف نسوات شهر سبعة فاحنا فعلا بقى انا حوالي سنة ونصر بنضرب المشروع جزيزي بيهدف خلال خمس سنين نفتح مركز تدريب على المستوى الجمهورية ان شاء الله نوصل لعشرين مركز احنا في الوقت خالي في خمسة قاهرة و اربع مركز ثانية فيه في كفر الشيخ مركزين في تسوق و في سخة فيه في الشرقية في ابو كبير و فيه بورس عيد والمركز الرئيسي في قاهرة و مركز شباب جزيرة احنا طبعا نفتح في مركز شباب التابعة للدولة هي بتوفر الملاعب و احنا بنوفر وسائل التدريب زي احمد مقال هو اسلوب تدريب اكا انه بالضغط تدرب برا احنا نقلنا الخبرات الاجنبية في مصر بشكل سهل جدا ان فيه application فالمدرب ما بفيش ارتجال في التدريب و انا برضو عايز ارجع تاني نقطة مهمة هي اكتشاف الموهبة لان دي نقطة اهم من التدريب لو انا ما عنديش فرص متساوية للاكتشاف والاكتشاف مش معايير محددة والمعايير دي بالمعايير الاوروبية اللي هو لما يجي الاجنبي بعد كده يقول اه انت اخترته صح وبتدربه بالطريقة اللي انا كنت تدرب بيها وبالتالي يعني عندي فرصة ان انا اسافر برا اللي هو معلش يعني مع كامل الاحتراب حولك مش منازل كريم في مكان معين تقوله ايه شوف لنا مين الحريفة لنا او مين المشموعة في معايير عشان كمان الموضوع لا تتحكم في الاهواء يعني مش كريم مثلا ده صاحبه ده يحب من ساحبه اتفل وحواجده الموضوع ده تتقفل عندك بمعايير لا وانا عايز اقول لحضرتك انا لسه ذاكر دلوقتي مسألة الاراضة والطموح لو انا النهاردة قتلت الطموح ده ان يكون فيه امل لبكرة ان فيه محباء وان المسألة مش مسألة علمية او متساوية او متكافأة للولد الصغير ده اللي كان بيلعب في الشارع وطلع حريف جدا وبيلعب كويس مش هتلاقيه بعد كده كلعب كويس ولا هتلاقيه في اي حاجة في مجالات الحياة يعني هي برضو مسألة الكورة النهاردة والرياضة بشكل عام ما هيش مجرد الرياضة هي انت بتغير حياة الناس وبتغير حياة الشعوب وبتطور من اداءهم وبتربطه اكتر ببلده وبتديله فرصة انه هو يبقى جزء من مجتمع وانه ينتمي وانه يحس انه هو بيعمل عمل مفيد فده مش هيكون موجود بدون معايير محددة طب الدايرة دي بتحصل ازاي يعني مثلا دلوقتي انت عايز تكتشف مجموعة من المواحب ده بيحصل في مركز شباب مثلا في نادي في ساحة بتبلغوا الناس ازاي احنا بنروح كل حتة موجودة في مصر بنبلغ عن طريق مدريات الشباب والرياضة بمعايد ان احنا هنفتح باب الاختبارات في المحافظات بنروح لكل المدن اللي بيتسجل عدد معين من الولاد انهم عايزين اعمل له اختبار وبنبعد فريق العمل اللي بيشرف عليه في الوقت الحالي مدير اسباني مقيم في مصر ريبورتنج او بيرجع لمدير انجليزي هو المدير الفني للمشروع وبنروح نعمل الاختبارات مع فريق مصري من المدربين الاكفاء على مستوى ان هو اخدوا نفس التدريب اللي نقدر نوصل به الرسالة للولاد وبنعمل اختبارات في المحافظات واذا توفر عندنا عدد معين من الولاد في اي محافظة او في اي مدينة بنفتح مركز تدريب اختبارات دي دورية دورية احنا كل يوم ثلاثة في مركز شباب جزيرة في اختبارات مفتوحة ساعة قبل التدريبات المقررة بتاعتنا وبنروح كل المحافظات وكل المدن اول ما نكتمل عدد معين عدد اما بيقلش عن 350 ل500 لاعب بنعمل اختبار اذا المحافظة حققت الرقم او المدينة حققت هذا الرقم بنفتح مركز تدريب فورا